صحيح أستاذي هو منطقة شماء أفريق والشق الأوسط معروفة بشوحة المياه فمن أصل 17 دولة على مستوى العالم المعروفة بإجهاد مائي شديد هناك 11 دولة في منطقتنا منطقة شماء أفريق والشق الأوسط فالتغييرات المناخية تساهم في هذه الإجهاد لأنه نلاحظ أنه فيه تناقص في تساقطات المطرية من ناحية الكمية وهناك كذلك تغير في جدول الزمني تساقطات فبعض الأحيان حتى التساقطات لا تناسب الاستعمالات من ناحية التوقيت خلصا في مجال الزراعة الذي هو أكبر مستخدم للموارد المائية العدبة في منطقتنا فأكثر من 80% من موارد المائية العدبة في منطقتنا تستعمل في المجال الزراعي